بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل الطلاب اللي متابعين القنادي شكرا بجد على كل التعليقات اللي جابت اللي بتجيني بتمنى كنا نتحسن ظن لكم لو انت بتشوف القناة الاول مرة بتمنى انت تتابع كل الفيديوهات اللي فاتتك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصل لك كل التنبيهات في الفترة اللي جاية في النهاية يا شباب عز اوصل لك والله حاجة واحدة بس ان الانجليزي عمرها عن ممارسة وزي ما قال للأكسبريشن باكس ما ايكس بيرفكت الومارسة بتخليك زيل پر طيب لو انت ت kanaas regulation ってる انت تكتب كويس بقاش نجد ان تريد تكتب كتير طب لو عاست تجرى كويس بقاش نجد تجرى كتير لو عاست حال في النطاع كويس بقاش نجد تحلقامizi Antonio عموانا مش عاسم تيئاس، انا بجسما الدراحية بتاع الجيزئين الجيزئ نظري و الجيزئ التطبيقي لو انت فهمت و حلت ما عارفك الجيزئ التطبيقي، ساعدة بيغنيك اصلا عليه مساعدة وسلسلة الشرح هتكون كالأتي هبدأ إن شاء الله بالقواعد بعد سؤال المواقف بعد سؤال المواقف هنتكلم إن شاء الله عن البراغراف وبعد البراغراف هنتكلم عن الديلوجي اللي محاير كل الناس وآخر حاجة سؤال الرؤية اللي بناخده في القواعد جبل مبدأ الحلقة بتاعتي حابة نوه على حاجة إن شاء الله في نهاية الشرح يكون في أسألة تطبيقينيك إنتا عشان خاطر تقيس الفهم بتاعك ويا ريت تكتب لي الحل بتاعك في الكومنتس وانا هتابع معك إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هتكلم عن سؤال اللي هو المواقف وبالتحديد هتكلم عن أول ثلاث وحدات طبعا في كل واحدة في حاجة عندك اسمها اللي هي الوظائف اللغوية طيب لو اتكلمنا عن الوظائف اللغوية دي في سنة أولي عددي وتاني عددي كنا بناخدها وبنستفاد منها في إيه كنا بنستفاد منها في سؤال الديالوج طيب لكن الموضوع اختلف في سنة تالتها لدي سؤال الديالوج انت عبارة هو عايزك تعمل سؤال وتعمل إجابة يعني الموضوع بسيط جدا أما بتدخل معك في تكوين سؤال المواقف وممكن تدخل معك شواء قوات بسيطة إن شاء الله هنتكلم عليها بعدين نصيحة مهمة لازم أنوها عليها انت من شدة سهولة السؤال ساعت ما بتحلوش ما تستغربش والله زي ما بقولك ساعت ما بتحلوش يعني السؤال يكون طويل جدا الإجابة عليكم تكون كلمة تنين ثلاثة انت تقول إيه ده معجولة الإجابة تكون سهلة كده لا 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 أكيد السؤال غلط وبتضيع على نفسك فرصة إن انت تحل سؤال ذا موضوع اليوم مربط الفرص فيه إن انت إزاي توصل معلومة بالإنجليزي بطريقة صحيحة سواء الطريقة دي كانت موجودة عندك في المنهج أو قاعدة عندك في المنهج أو لأ لأن اللغة أصلا عبارة عن تواصل عشان كده نعزي علمك إن انت لما تيجي تحل السؤال المواقف إن انت تحط نفسك مكان الشخص اللي بيتكلم يعني تحط نفسك في الموقف نفسه عشان تعرف تحل وتحاول تفهم انت ممكن تقول في الموقف ده إيه بالعربي وفي الآخر بعد لما توصل ترجع بقى للقاعدة اللي انت عايز تتكلم فيها أو تحول اللي انت قلت بالعربي تحول إنجليزي الموضوع سهل جدا وتعال نبدأ درس اليوم على بركة الله واليوم يا شباب كل الناس اللي بتتبعنا هتمارس معايا أهم وأحسن جزء في اللغة هنتكلم النهاردة عن language functions الوظافة اللغوية طبعا انت كنت بتدرس في السنة أولى والسنة الثانية عدادة الوظافة اللغوية بتصيب طريقة مختلفة شوية كنت بتستخدم الوظافة اللغوية في السؤال الديالوج لكن سؤال الديالوج عندك في سنة الثالة عدادة السنة دي معتمدة على الإجابة والسؤال بشكل عام يعني إزاي تكون إجابة وإزاي تكون السؤال لكن السنة دي الوظافة اللغوية يعني بتختلف معنا إنها بتدخل في المواقف معنا والمواقف عموما اللي هي مش معتمدة فقط على اللي هو الوظف اللغوية ومش معتمدة على قواعد. الساعات بتكون معتمدة على حسك اللغوي. يعني ازاي يكون عندك لغة كويسة. ومش شرط ان هو يكون طلب منك قاعدة معينة او حاجة معينة انت تستخدمها. لا ممكن الموضوع يكون سهل جدا وعادي. ما فيوش اي مشاكل. فعايزك ان انت تفكر معايا زي ما قلتلك بالغرب شوية. وتركز معايا وان شاء الله كل حاجاتي بقى كويسة. نتكلم على و اول حاجة معك اللي هي طلب التوصيات. طيب واحنا لو جسمنا في الواحدة الاولى احنا هنتكلم عن طلب التوصيات واعطاء التوصيات. ركز معايا يا شباب. ما بين كلمة وكلمة او اللي هو يوصب حاجة معناها يقترح. وفي اختلاف ما بالتنين دون. طيب لو انت عايز تتكلم عن انت يا اما تطلب توصيات تطلب من حد ان يوصب حاجة ودي هتكون سؤال. يا اما الجزء التاني ان انت هتدي توصيات. يبقى انت هتستخدم معايا حاجة اسمها. هل توصي? يبقى لو انت عايز تطلب من حد توصيات هتقول له. هل توصي? طبعا احنا عارفين ان هيجي بعدها هي اما الاسم اما هيجي بعدها الفعل. يبقى. يبقى. انت لو هتدي توصيات. انت لو هتدي توصيات. اما تقول. احنا عارفين ان يجي بعد الفعل في المصدر. ايه افضل مكان انا اشتري منه سوفونير. طيب. انت بقى لو هتدي توصيات. انت لو هتدي توصيات. اما تقول. اي ريكماند. ويجي بعدها هي اما الاسم. اما الفاعل. زائد مصدر الفعل. طيب. مساء عالكلام ده. اي ريكماند. اتور. و اذا جاي. انا بقى وصيب رحلة مع مرشد. او ممكن تقول. اي ريكماند. يو باي. اجايد بوك. طيب. احنا عارفين ان كلمة ريكماند دي. ممكن يجي بعدها ذات. وساعتها بيجي بعدها جملة كاملة. مكونة من فاعل. وفاعل في المصدر. او ممكن تقول ذات. والفاعل. وشد. تمام. مفيش اي مشاكل. ممكن تستخدم كلمة ذات. و ممكن استخدام اي استخدام شهد. ما فيش اي مشاكل في الكلم ده. يبقى انت لو عايز تسأل عن توصيات هتقول ايه? هتقول. تمام. طيب لو عايز بجا تستسأل عن توصيات خاصة بالمكان. يبقى هتقول. واشتزابس بلايس تو. لانور. طيب انت بجا لو هتتكلم او هتدي توصيات. ممكن تقول اي ريكماند وبعدها هيج الاسم او الفاعل زائد الفاعل في المصدر. طيب. او انت ممكن تقول. زا بازار. طيب. خلصنا كده طلب التوصيات واعطاء التوصيات وتكلمنا عليهم فاربع حاجات تعال بجي نتكلم على الاقتراح اللي هو اسمه اعطاء اقتراح. انت هتستخدم تلات حاجات واسهل تلات حاجات في اعطاء الاقتراح. اول حاجة معنا اللي هي ايه? مسألة على كده. يلا بينا نزور المناطق الايه? او الاجزاء القليمة من المدينة. ركز معي ان بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب تانية حاجة. لو قل لك اقترح يبقى تقوله ويجي بعدها زات. واحنا عارفين ان زات في الاغلب يا شباب بيجي بعدها جملة كاملة. يبقى جملة كاملة من فاعل وفعل في المصدر. طيب ايه سủج SP foreword. طيب تلات حاجة معنا why don't we? why don't we? كذلك يجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى why don't we play soccer? why don't we play football? why don't we play volleyball? يبقى لو انت هتتكلم عن الاقتراح هتتكلم معنا في تلات حاجات. يما تقول let's. ايما I suggest that. ي Cenقي ما تقول why don't we? طيب. لو هتتكلم عن طلب التوسيات هتجول ايه بقى او هتقول لو انت ما هتدي توصيات هتقول خلاص هنتكلم عن حاجات دي بالتفصيل في الامثلة اللي جاية. ركز معا. لو حد جالك اقترح حاجة. انت عارف انت عتستخدم ايه? تلات حاجات اللي انا قلتك عليهم. طب لو حد اقترح عليك حاجة وانت موافق يا اما هتقول له دي فكرة عظيمة او ممكن تقول خلاص انت لو موافق على الحاجة دي بتقول ايه? طب لو انت رفض الحاجة دي ممكن تقول ايه? ها حد اعرف? طيب انا هقول ممكن انا انا اسف والله انا مشغول او ممكن تقول انا ما اقدرش وتجيب الجملة بتاعتك كاملة خلاص يبقى مشغول وتجيب الجملة بتاعتك تمام يبقى اتكلم انا اعطلت حاجات دونا. تعالا بقى نتكلم على الامثل بتاعتهم. write what would you say in each of the following situations. اول مثال بيقولك. your friend. ترجم معاه بالراح. your friend wants you to recommend a good place to visit. صديقك عايز منك ان انت توصيله مكان كويس عشان ايه? عشان نزوره. يبقى حتقول له ايه? ها? التوصية بقى انت اللي هتوصي هنا. يبقى حتستخدم حاجتين. قلنا اي 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 اما دول طب هنا حاجة خاصة بالمكان. يبقى تقول له ايه بقى? the best place to visit. تمام? the best place to visit. افضل بقى انت تزوره ها? مين بالزبط? اي حاجة انت عايزوا تقولها بقى. طيب. بسأل بعده. انت بتقترح ان انت تذهب للحديقة. اركز معايا يا شباب. انا عزك تركز. بين كلمة recommend. اللي هو يوصي. وكلمة suggest. اللي هو اقترح. الاقترح ثلاث حاجات. طيب. انت بقى لو واحد قالك اقترح. بقى ان انت ترى الحديقة. يبقى حتقول حاجة من ثلاث دون. ياما تقول let's. ياما تقول why don't we? ياما تقول I suggest that. طيب. هنقول ايه هنا? هنقول let's go to the park. احنا عارفين اللي بيقى بعد ما نفعل في المصدر. let's go to the بار كلا بيناروها الحديقة. طب مسأل تاني. your friend asks you about the best place to buy souvenirs. او صديقك بيسألك انت بقى بيسألك ايه افضل مكان ان انت تشتري منه souvenirs. طيب يبقى حتقول له بقى ايه افضل مكان ان انت تشتري souvenirs هو كزا. يبقى ايه بقى من العربي? تمام. the best place to buy souvenirs is. ما تنساش از يا شباب. افضل مكان ان انت و is. زبازار. طيب مثال تاني. you recommend going for a picnic. انت بقى بتوصي بتوصي بالزهاب ل ايه? for a picnic. ليه? نزعة خلاوية. يبقى حتقول ايه? انا بوصي. يبقى I recommend. ها ان انت. you go. تمام. for a picnic. يبقى I recommend you go or we go for a picnic. خلاص كده? طيب. المسال اللي بعده. your friend suggests going to the cinema. but you are busy. your friend suggests. اقترح بقى going to the cinema. اقترح ان انت تروح للسينما. but you are busy. اه. الاقتراح هنا بترد عليه. قلت لك يا اما بالموافقة. يا اما بالرفض. طيب انت هنا you are busy. يبقى انت اكيد رافض. يبقى حتقول له ايه بقى? ها? تمام. I'm sorry. انا مجغول جدا. تمام. خدنا حاجة تاني برضو. للرد بالرفض. يقول له ممكن. I can't because. sorry. I can't because. اسف. والله ما اقدرش لشان خطر ان انا معايا حاجة مسلا. طيب اللي بعد. you ask someone where you can get a guide book. ركز معايا بقى جامد في المسال ده. you ask someone. انت بتسأل شخص ما بقى? where you can get? فين انت تقدر تحصل على تحصل على كتاب ارشادي. طيب يا شباب. احنا تكلمنا ان لو انت عايز تسأل عن توصيات بقى فين للمكان? هتقول what is this place? لا هنا بقى هنستخدم غيره شوية اخدنا في الكتاب اللي هو هل هناك مكان جيد لكي احصل على على يبقى هتقول is there a good place to get? تمام? يبقى is there a good place to get a guide book? هو فيه هنا مكان كويس عشان احصل على guide book? طيب. عايزك تركز في الحتة الجديدة دي عليك. خلاص? وده كان بقتصار الحاجة اللي احنا تكلمنا عليها في unit one. تعال بقى نتكلم عن unit two. هنتكلم عن feelings. اللي هي المشاعر. يبقى ask for feelings. السؤال عن المشاعر. وهنتكلم عن السؤال في المشاعر في المضارع وفي الماضي. وبرضو هنجسمها جزءين. انت بتسأل عن المشاعر وانت بترد عن شعورك بقى. اول حاجة. هنسأل عن المشاعر في المضارع وهناخد سؤالين. وهنسأل عن المشاعر في الماضي وهناخد برضو سؤالين. تمام? اول سؤال معنا. how do you feel when? how do you feel when? طيب. يبقى هنا بتجي بعدها الجملة كاملة. when يا شباب. يبقى how do you feel when you are in a dark place? انت بتحس بايه لما تكون في مكان ضلمة. يبقى انت كده بتسأل عن الشعور. او ممكن تقول how do you feel about? how do you feel about? وبيجي بعد الاسم. اقول لك مثلا how do you feel about the story? انت شعرت بايه في القصة? how do you feel about the trap? تمام? يبقى هنا السؤال في المضارع حاجتين. يا اما how do you feel when? how do you feel about? how do you feel when? هتجي بعدها الجملة بتاعتك. how do you feel about? هتجي بعدها الاسم. خلاص يا شباب? تعال بقى ندخل على السؤال عن المشاعر والاحاسس في الماضي. في الماضي انا بقول ايه? did the story make you feel لا يا اما تقول frightened or got happy. ركز معايا بقى في المثال ده جامد. انا لو عايز اسأل did the story بالسؤال ده. يبقى انا بقى حسأل عن احساس معين. يعني بقول لك هو القصة دي خلتك تحس بالسعادة او بالفرح او بالخوف. يبقى انا عارف الاحساس وبسأل عن احساس معين. يعني مثلا لو قلت لك اسأل صاحبك او صديقك هل هو شعر بالخوف او بالسعادة? يبقى انا حددت لك هنا الاحساس. يبقى لك انت لما ديجي تستخدمها تقول did the. لا. اسم الحياة بقى the story مثلا the film اي حياة. this is the story make you feel. وتجيب الاحساس بتاعك. لكن لو قلت لك how do you feel when? انا هنا بقى مش عارف الاحساس. انا هنا مش عارف الاحساس. يبقى بسألك انا احساسك عموما. يبقى how do you feel when you read. وانا بقى قلت لك انه وين بيجي بعضيها الجملة بتاعتك. طيب. يبقى لو عايز تسأل عن السؤال عن المشاعر والاحسيس في المضارع الماضي في المضارع سؤالين. how do you feel when? وانت عارف ايه بيجي بعضيها. how do you feel about? وعارف ايه بيجي بعضيها. طيب لو عارف الاحساس. وحتسأل عنه في الماضي. هتقول did the. واسم الحاجة معك اللي بنقصين. وهتقول make you feel. طب واحد يسألني يقول لي ايه ده? انت مش بتتكلم في الماضي. يقول تماك ليه? لأ يا شباب ما معانا did. و did بيجي معها الفعل في المصدر. يبقى did the story مثلا. make you feel frightened. شعارت جعلتك تشعر بالخوف. او ممكن تقول. how do you feel when? انت حسيت بايه لما? وكده انا مش عارف الاحساس. طيب خلصنا كده السؤال عن المشاعر. تعال بقى لو انا عايز اتكلم عن مشاعري واعبر عنها. يبقى التعبير عن المشاعر. express feeling. ركز في الكلمة دي express يعني معناها عبر. عبر عن شعور. يبقى حنتكلم في المضارع. اولا اي فيل. انا بشعر. انا بشعر بالخوف. او white happy. انا بشعر ان انا سعيد. الى حد ما. يبقى اي فيل شباب بتكلم في المضارع. طيب انا بقى لو مش حاسس اقول انا مش انا مش حاسس بالحاجة دي. يبقى اقول في المضارع برضو اي دون تفيل. تمام? اي دونت فيل. يمكن تقول اي دونت فيل ساد. اي دونت فيل هانجري. اي دونت فيل ثيرسي. إتسترا الا اخره. طيب انا بقى هتكلم عن الماضي. ات ميد. مي. فيل اكسيت. يعني انا عرف انك ه اشعر اكسايتد. ركز يا شباب. هنا الفرق ما بين كلمة اكسايتن و اكسايتد. ان اكسايتد بالايدي لوصف الاشخاص. لكن لما اتكلم عن اشياء بقى اقول اكسايتن. تمام? او او اتماد مي فيل هابي. اتماد مي فيل براود. يبقى تاني. بتكلم عليها. في المضارع اقول اي فيل. طب لو مش حاسس اقول اي دونت فيل. طيب في الماضي اقول اتماد مي فيل. هي جعلتنا اشعر بكزا. طيب او ممكن تقول اي فيلت. انا شعرت. اي فيلت. انا شعرت. اي فيلت. تمام? الى اخرة. خلاص يا شباب. يبقى هنا في بتكلم عن المشاعر والاحساس. بتكلم عنها في المضارع وبتكلم عنها في الماضي. معي سؤالين في المضارع. وعارف انت بيجي بعديها. طيب لو انت عارف الاحساس بتاعه بتسأل عليه في الماضي تقول دد زه واسم الحاجة. او ممكن تقول وده انت مش عارف الاحساس. طيب لو هعبر عن المشاعر بتاعتي بقول اي فيل انا بشعر. انا لا اشعر. طيب في الماضي بقى اي اي فيلت. انا شعرت وانتهد. طيب. امثلة بقى عالكلام ده. ركز معا في المثال اولاني. صديقك. انا هكتب دلوقتي. نهاية الكتاب. جعلتك تشعر. تشعر بايه بقى ساد. خليتك حزين. انت عايز تعرف. لو صديقك. انا عايز تعرف. لو صديقك. يبقى انت كده هنا بتسأل اولا في الماضي. وانت عارف الاحساس. يعني انت عارف الاحساس بتاعه. ازا هتستخدم ايه? ها? هتستخدم ايه معايا? قلنا احنا بنستخدم حاجتين. هاو ديو فيل وين? وده انت مش عارف الاحساس. او تقول له بقى دد. تمام? تسأل في الماضي. دد زه? والحاجة اللي معانا. ما ديو فيل واسم الاحساس اللي انت عايز تقوله. يبقى المسال حيكون كالقتي. هي القصة دي. جعلتك. تشعر. او الكتاب ده سوري. هي هو الكتاب ده جعلك تشعر. بالحزن زي? يبقى حقول له ايه? دد. تمام? ستوري او زبوك. ميك يو فيل ساد. هو الكتاب ده او القصة دي. جعلتك تشعر بالحزن زي? يبقى انت هنا عارف الاحساس. طب ركز معايا في ليه بعده. you want to know your friend's feeling when he read a ghost story. انت عايز تعرف your friend's feeling. شعور صديقة. عندما. لما هو بجرى. طيب يا شباب. هنا انا مش عارف الاحساس. يبقى ممكن اقول له ايه? يبقى هنا اولا انا مش عارف الاحساس. وحاسأله في الماضي هقول له ايه? ها? did you? او did ze الحاجة دي? لا. هقول له. how did you feel? انت حسيت بايه? how did you feel? when you read a ghost story. المسال اللي بعده. your younger brother is late. اهوك الصغير. is late. متأخر. you are worried. you are worried. انت جلجان. يبقى انت بقى هنا الموضوع عبدا عربي. هتقدر تقول ايه? ها? هتقول ليش الخطر نحول. هتقول? انا جلجان على اخويا الصغير. تمام? يبقى حتتكلم في المضارع. يبقى ايه بقى? انا حاسس. I feel. تمام? I feel worried. انا شعر لنا جلجان. about my brother. I feel worried about my brother. جلجان على اخويا. طب ركز معايا في المسال اللي بعده. صديقك سأل عن شعورك. سأل عن شعورك او احساسك بمطش مبارح. انت حسيت بايه? مطش مبارح. طيب. انت بقى بتتكلم في الماضي. هتقول ايه بقى? ها? it made me. تمام? it made me feel. هو خلاني اشعر. اشعر بايه بقى? اي حاجة انت عاش تقوله. يبقى it made me feel happy مثلا. خلاني اشعر بالسعادة والله. طيب. you are happy when you watch a comic film. comic film خلك سعيد وخلك happy. يبقى انت هنا بتتكلم ان انت سعيد. قال لك express your feeling. اوصف شعورك او عبر عن شعورك. يبقى عاش تقول ايه? يبقى انت هنا بكل سهولة هتوصف شعورك يا شابب وتقول ايه? الفيلم خلاني سعيد. خلاني اشعر بالسعادة. يبقى ذا فيلم. تمام? خلاني اشعر بالسعادة. يبقى made me feel. feel ايه? بالظبط? happy. يبقى ذا فيلم made me feel happy. الفيلم خلاني سعيد. طيب. نتكلم بقى على unit 3. using sequences words. استخدام الكلمات التسلسلية. اولا انت عاش تستخدم الكلمات التسلسلية بتقول اولا وقبل كل شيء. يبقى first of all. يبقى بتستخدم كلمة first of all يعني اولا. طيب. بعدها ممكن تقول next. next. اللي هو التالي. first of all we clean our houses. next. we decorate our homes. بعدين احنا زينا المنازل بتاعتنا. الخطوة اللي بعدها ممكن تقول afterwards. ودائما شباب بتجي في بلات الجملة التانية. يعني مثلا بيجيب جملة قبلها وهي بتكون بعد الجملة التانية. afterwards many people go shopping. عديدهم من الناس راحوا تسوق. طيب. اللي بعدها ممكن نقول after before at. after before at. يعني قبلة وبعدة وفي. طيب. at midnight في منتصف الليل. at midday في منتصف النهار. طيب. the next day. the next morning. the next afternoon. ناخد مثال على الكلام في الزهر. مهر. ويقول له ايه. what will you do after dinner. هتعمل ايه. بعد الآيه. بعد العشان. يقول له. i will dress up. انا. هلبس. afterwards. وبعد ذلك. i go to the festival. انا هذهب للاحتفال. يبجي الشباب لو طلب منك جالك مسلا الموضوع يعني سهل جدا يعني ممكن يطلب منك جالك انت بتعمل ايه في منتصف الليل مسلا او انت بتعمل ايه في منتصف النهار يوم السبت يوم الاحد يوم الاتنين طلب منك حاجة معينة يبجي حتقول له والله بالعربي انا يوم السبت في المنتصف النهار عملت او بعمل. ما فيش اي مشاكل في الموضوع ده. طيب هم سلع الكلام ده بقول لك ايه you tell a friend what you did last Saturday at midnight والله انت هتخبر صديقك انت عملت ايه last Saturday at midday انت عملت ايه في المد في منتصف النهار يبقى حتقول له والله العظيم يوم السبت في منتصف النهار انا عملت خلاص كده يبقى مثلا مثلا يوم السبت last Saturday في منتصف النهار at midday انا عملت ايه مثلا I went انا رحت يبقى last Saturday at midday I went to my friend انا زهدت لصديقي طب مثال ثاني a friend asks you سألك what you do before and after dinner بتعمل ايه قبل وبعد الايه الدينر يبقى حتقول له كده بكل سهولة قبل وبعد العشاء انا بعمل حاجة يبقى ايه before and after dinner الحاجة اللي بعمله على طول I wash my hands يبقى before and after dinner I wash my hands قبل وبعد الايه بعد العشاء انا بخسل يدي المثال ده you want to tell a friend انت عايز تقول صديق what you will do انت هتعمل ايه first اول حاجة انشم النسيم في شم النسيم يبقى حتقول له والله اولا و قبل كل شيء في شم النسيم انا هعمل يبقى اول و قبل شيء اللي هي ايه first of all يبقى first of all I will I will eat eggs with my friends اول حاجة هعملها اننا ان شاء الله هاكل ايه هاكل بيت مع اصدقائي طيب المثال اللي جاي a friend asks you زميل سألك what you do ايه انت عملت after you decorate your home عايز يعرف الصديق ده انت عملت ايه بعد لما زينت المنزل يبقى حتقول له اولا انا زينت المنزل او انا زينت المنزل وبعد ذلك عملت الحاجة التانية تمام يقولت لك الجملة الاولى بعدها after words بعدها تكمل يبقى I decorate my home after words we go shopping بعد كده احنا رحنا ايه التصور ان شاء الله انا هفضل امرن فيك في السؤال لغات لما تبقى حياة كويسة فيه بس اللي انا عايز اقول لك عليك ان انت مش لازم تلتزم بقاعدة انت موضوع ان انت تحط نفسك مكان المتكلم وتتكلم بالنيابة عنها ان شاء الله كده خلنا اول تلات وحدات وان شاء الله هنكمل على باج الوحدات تمام في اختبار كده بسيط انا عايزك تركزلي فيه وتكتبهولي وتحلهولي في من تحت وان شاء الله كده انا اصححه لك اول مثال بيقول لك you see people throw rubbish in the street giving advice اديهم نصيحة شوف انت مجا هتترجم هتعمل ايه وهتنصحهم ازاي المثال اللي بعده a friend asks you to go to the club this weekend صاحبك طالب منك ان تتروح معاه النادي ده في نهاية الأسبوع you would love to go انت حابب بقى الموضوع طيب you ask your friend to recommend you a place to buy souvenirs انت بتسأل صديق لك انه هو يرجح لك او يديك توصيات افضل مكان ان انت تشتري منه هدائك طيب you want your friend to go with you to the Egyptian museum on Friday عايز من صديقك انه هو يروح معك المتحف المصري يوم الجمعة your brother wants to go outside it's raining اخوك عايزة تلع مرة بس الدنيا بتمطر يا ريت يا شباب تكتب لي الإجابات بتاعتك على الأسئلة دي في الكمنت ستحت وان شاء الله هنحاول نصحيحها مع بعضينا عشان اتأكد ان انت فهمت السؤال ده وتابع معي الحلقات الجاية وبكده جامعة نهاية الحلقة بتمنى ان انا كنت وفقت في الشرح المطلوب من حضرتك حاجة واحدة بس ان انت دلوقتي تمسك كتابك وتحاول تحيل انصرة الطبقية على الكلام اللي انا قلته ده وتحاول تشوف نفسك فهمت او ما فهمتش الانجليز هو والله عموما سهل بس محتاج ان انت تتعب في شوية عشان خطر ترتاح بعدين اتمنى يا شباب ان انت تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان خطر اوصلك الجزء التاني والتالت من الفيديو ده اشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته